أخفوا بخوفنا مام الله وانصطوا بحكمة اللي سمع الإنجيل المقدس فاصلون من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين من مزامير تراتيل أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا آمين فلتعترف لك الشعوب يا الله فلتعترف لك الشعوب كلها لأنك تحكم في الشعوب الاستقامة وتهدي لمن في الغارض مبارك بإسم الرب إله الكوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح بن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأباد آمين آمين ولما جاءوا إلى قفرنا حوم تقدم الذين يأخذون الجزيتا إلى بطرسا وقالوا له أما يوفي معلمكم الجزيتا قال لا بلى فلما دخل البيت سبقه يسوع قال ماذا تظن يا سمعان ممن يأخذوا ملوك الأرض الجباية والجزيتا أمن البنين أمن الأجانب فقال من الأجانب ولما قال من الأجانب أجابه يسوع إذن البنون أحرارون ولكن لا إلا نعثرهم امدي إلى البحر وألكس نارتك والسمكة التي تطلع أولا خذها ومتى فتحت فتجد إستاران فاخذوا وأعطيهم عني وعنك والمكدول الله دا آ 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 يضع منهج للكمال المسيحي طبعا كلنا بنسلك نحو الكمال واحد يعيش في المسيح وبيعبد يصلي ييجي كنيسة يتناول بنحاول على قدر الإمكان إن السلوك بتاعنا يبقى سلوك الكمال المسيح طبعا يتقاس على إيه يتقاس على الظروف اللي عاش فيها المسيح للماجد وقال القديس بوليس الرسول إنه ترك لنا مثالا لكي نقتفي أثار خطواته لأنه ساعات كتير في أسئلة كتير قوي قوي في الحياة ويقول لك طبعا عمل إيه والصرف إزاي ده الصح ده الصح ده الأحسن رئيس الإيمان ومكمله يسوع قول لي هو عاش في الظروف زي بتاعتنا زيها بالضبط يا الدين يتغير فيها إيه فالجزء ده من الإنجيل بيحكي عن حدثة لما جاءوا إلى كفر نحوم كان فيه ضريبة بتجمع للهيكل من الحجاج اللي بيجوا من أنحاء العالم ويقضوا الفصحة في أورسليم فكانوا رؤساء الكهنة مع الرومان الحكام عملوا الضريبة ديت وقننوها يدفحها كل واحد جاي من برى البلد ولكنها مش مفروضة على المواطنين فجوم العساكر دول أو اللي بيمعوا الضرائب وقالوا للقديس بطرس الرسول قالوا هو معلمكم ما بتفعرس الضرائب ولا إيه أما يوفي معلمكم الجزية طبعا ما جوش للمسيح ولا سألوه لكن حطه القديس بطرس الرسول في الخانة ديت فلما دخل المسيح للبيت وغالبا ده بيت حماد سمعان والمسيح سامع وشايف عارف سأل بطرس قال له يا بطرس يا الضريبة دي على مين على المواطنين ولا على الوافدين والأجانب قالوا على الأجانب قالوا ممن يأخذ ملوك الأرض الجزية أو الجباية بيأخذوها من الجايين ولا من قال لا قالوا إذن البنون أحرار معلهمش الضريبة ديت قالوا آه قالوا طب إي رأيك نعمل إيه إحنا بقى نمرة واحد إحنا مش مفروض علينا الضريبة نمرة اتنين ما إحناش أجانب نمرة ثلاثة ما لهمش حق فيها لكن إيه هو السلوك الأمثل يعني قال المسيح الكلمة المشهورة قوي دي قال لقال لا لقال لا نعثرهم هما لليهم حق ولا إحنا المفروض ندفع والبنون أحرار ولكن المنهج اللي اختطته المسيح للمجد في مثل هذه الظروف للسلوك قال عشان ما ننعثرهمش قال له أعمل إيه قال له روح البحر وورمس النهرة وتطلع لك أول سمك أفتح بقاه هتلاقي عملة إدفع عني وعنك إذن ده زي ما بقولك منهج ولما المسيح للمجد عمله أصبح بالنسبة لي أنا وبالنسبة ليك أنت مش عمل اختياري تقول لي مش ليك أنك تختار ده أو ده أعمل إيه ألا ده أجباري بقى ده منهج السلوك اللي يتأس عليه إنك أنت في طريق الحياة ملزم أنا بقولك إلزام إنك أنت لا تعثر نفس لا لا نعصره مثلا يقولوا علينا كلام مش واجب قال له يبصلنا ويفتكروا فينا غير ما نحن عليه طب عم ملهمش حق قال لا هم ملهمش حق لكن إنت عليك واجب إنك إنت حتى اللي ملهمش حق ما تعصرهمش قل لي ده السلوك صعب أقول لك ده منهج تصدقني مريح للنفس ليه تفاكر لما المسيح للمجد قال إذا كان حد يُعثر أحد هؤلاء الصغار خير له أن يطوق وعنقوا حجر رحى ويلقى في اللجة إيه العصرة دي يعني من النحية الإيجابية أنت ملزم أنك أنت تظهر المسيح فيك السلوك بتاعي إن جت للحقيقة هو السلوك كرازي اللي يشوفك يشوف المسيح اللي يسمع منك يبقى سمع منه اللي يشوف تصرفاتك يشوف تصرفات متقاسة على خطوات تركها المسيح في الحياة للسلوك لألا نعثرهم ادفع عني وعنك نمرة واحد إذا يعني مشيت عملت كده بيرجع الأمر ده لي بالخير الكتير جدا أنا أسأل طريق إن الواحد يتمسك بحقه يقول لك هل أنا أسمع لهم شي حق وأنا مش هعمل كده وأنا مش هدفع سكة قانونية سهلة في سكة أعلى في واحد بيتمسك بالحق اللي بيشوفه حسب ما يراه إن ده حقي وأنا تمسك به وفي واحد منهجه أعلى من كده أقول لك طب يعني أنا لو عملت كده وخدت حقي حس إن أنا يعني بعد الخناءة دي وخدت الحق في واحد طواعية بقولك المسيح للمجد يعني ده الكمال أخلى ذاته أخد شكل عبد حد جبره قال لا وضع في الهيئة وجعل نفسه كإنسان طبيعي عادي وخضع لجميع النواميس اللي هو حطتها بس بالإرادة بداية لما حد يغصبني ويهلو يدراعي ويأخد لكن أنبسط جداً إن أنا أضع ذاتي إن فيه واحد ما ليوش حق لكن لا أقلق أعصره أصير معه سخي جداً ممكن واحد يسخرني ميلة مش معاة اتنين مش ده كلام المسيح ويطلب حاجة مش بتاعته أقدي له اتنين مش كيف يقولك ده منهج للحياة مش ضعف لا 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 ضعف الله أقوى من الناس احفظي كويس ضعف الله أقوى من الناس لأن المسيح صنع بالضعف ما هو أعظم من القوة اللي هو ايه هو الصليب عمل بالصليب اللي ما فيش قوة في الوجود تعمله وبانه أنه ضعيف قوي قوي ويقول صلب عن ضعف بس ده ضعف الله فإذا كنت أنت تتبنى هذا الأمر في نفسك وتقول أنا ممشيش في سكة ولا أعمل حاجة اللي مقسها صح على منهج الكمال قولا لا لا التصرف ده أحلى بقى لا لا نعثرهم ما لهمش حق لكن نديهم كن سخي مع الجميع قوي قوي لما جربنا بعض الأوقات يعني أن الواحد يعني في أوقات كده عمل كده فرح جدا وكسب جدا كسب نفسه وكسب وكسب الآخرين بان أن الإنسان في تصرفه ده أعلى من المستوى الطبيعي طبيعي حق وحقك لكن المسيح هو الحق طبعا لكن هو الحب الطاغي المحبة أعلى كتير أعلى من الحق صدقني السلوك بالمنهج ده مريح لنفس نازل قدي أريح طب هيجر لك إيه يعني نفوس ضعيفة حوالي ريح تش خسران خايف على إن أي حد لا سيام الضعفاء إنه يتحصر بسبب سلوكي قديس بولس الرسول لما ابتدى في الحياة في المسيح والكرازة والبتاع قال أنا مش عاوز حد يعطل شغلي مش عاوز حد عاوز أشيل كل واحد عاوز أقيل عصرة كل واحد عاوز أوصل كل واحد للسماء ظهرت أيام وحكاية الدبيح اللي بيتبحوها للأوسان والناس من المسيحين قال لك أنا عامل يأكل وخلاص ما فيش حاجة وأنا أنا بعبدووسان يدبحد الحدوث يأكل واحد ثاني ضميره غالباً قال لا 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 ما قدرش أشترك في الحكاية دي ورفعوا القضية بحالة القديس بولس الرسول وتكلم عنها وقال ما فيش حاجة اسمها صنم في العالم ولا إله غير إلا هنا واحد ضميره قوي يأكل والضعيف ما يأكلش يأكل بقول لكن قال على نفسه إن كان أكل لحم يؤثر أخي ما أكلت لحم طول حياتي إيه ده أصل الناس ده هي يعني ما هيش مكان قال إيه لا ده أنا ارتبطت بيهم بحب لو كان أكل لحم يعثر أخي ما أكلت لحم طول حياتي ده جونين ده ونفس الحكاية لألا نعثرهم أنا مش عاوز واحد بسببي يتعب أو إيمانه يضعف من جهة السلوك راجع نفسك إن السلوك اللي أنت بتعيش به في حياتك اليومية يبقى إيجابي هتسمي ممكن تسمي إن واحد بيعصر التاني أو يداي وأقول لك هذا اللي بيروحوا كنيسة وادي الشماس اللي في الكنيسة وادي ده الموظب وشوف عمل فيها إيه وسوالي إيه ومن ده كتير جدا 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 دلوقتي راجع سلوكك اليومي على الكمال المسيح وتعالها لنفسك لأنك أنت تابع للذي أخلى ذاته وضع نفسه وبذل نفسه لأجل الآخرين وحمل خطايا الكثيرين شوف على قدمة العصرة مؤذية ممكن عصرات بعد عنك وحشة أوى 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 بتخلي النفوس تضيع من الإيمان وتفقد الثقة في الله بسبب العصرات على قدمة الإنسان اللي بياخد المنهج ده ويبقى حريص على عدم عصرة الآخرين يزداد في النعمة في الروح كل يوم ما تعملش حساب نفسك كتير فأي تصرف حط في بالك دايما أنك تكسب إنسان للمسيح حتى الغرب دول بياخدوا الجزية يعني يعني أولا متحالفين مع الرومان المستعمرين ونمرأ نفس رؤساء الكهنة القائمين على العمل في تلك الأيام كانوا محبين للمال وظالمين وظالمين وبعد عنك زنا كان مفروض المسيح يقول إيه دول الناس ما لهمش حق وهم أصلا بطالين روح يا بطر سكرشهم وقول لهم أنتوا مخالفين للقانون مخالفين للبلد وأنتوا خونا ماشيهم وليه سلطان أنه يعمل كده ومن حقه أنه يعمل كده لكن منهج المسيح غريب صحيح قالوا لا 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 أحسن يتعبوا لا لا ينظروا إلينا نظرة مش كويسة أو يفتكروا فينا فكر مش كويس ادفع طبعا من الأمور البسيطة الواضحة زي الشمس أن في ذلك الوقت المسيح للمجد لم يكن يملك حتى أنه حاس من العملة الملاليين عندهمش عندهمش يدفعوا ولما قالوا له مرة ندي الجزية القيصر قالوا ما نديش قال لهم وروني دينار هم عندهمش قال لهم أريني دينار ورين ومسكوا الدنار وقال لهم الصورة دي بتاعت مين والكتابة بتاعت مين قالوا بتاعت قيصر قالوا أعطوا مال لقيصر وما لله ما عندهش يدفع لكن هو الغني ومن الفقر داي ممكن يطلع شيء طبعا طب دي معناها إيه مش لما يكون في مقدورك أنك أنت لأ حتى من الكفاف حتى من الاحتياج ما هو القلب لما يكون محب للعطاء ما بتحدوش الظروف المادية إطلاقا واحد يحب يدي إنسان جوه قلبه سخي سخاء المسيح فيدي يدي عطف يدي لطف يدي حب يدي إنسان معتاز محتاج مريض ضعيف في ظروف يدي ده إيه ده طبعا من جوه فيه ناس بيعطوا من أعوازهم عشان كده بقولك اليفطة كبيرة دي اللي قال أنا أعصرهم يدخل جواه حاجات كتيرة قوي محب للبذل محب للعطاء سخي في جميع الاتجاهات سخي ولي جميع الناس للي يستاهل ولي ما يستاهلش أنا أقولك حتى الناس دول طب قولي طب ونوصل لي دي ازاي يعني طبعا يعني لما لما ترسمها في خيالك كويس إنسان بالملامح دي تتلقى إيه ده قولي أتحصل عليها ازاي جت الحقيقة هي جواك الإنسان الكامل من إقامة المسيح ده جواك ده إنسان المعمودية اللي أنت وأنا خدناه لكن لأجل قلة الممارسة ما بناش كده ليه لأنا نحن نمشينا في سكك تاني نمشينا في سكك العراق والخناء والتمسك بالبتاع وشوف في المحاكم ما إحنا قد دي كتير وفي الكنيس إحنا إيه وفي البيوت إحنا إيه نحن أخدنا طرق على رأي الشعي النبي قال إيه كلنا كغانم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه كل واحد طلع في دماغه سكة يعيش بيه سكة دي أحلى دي أحسن كل واحد طلع في دماغه منهج طريقة أسلوب حياة وأسلوب تصرف بينما المثال الكامل اللي هو إحنا مولودين منه ما إحنا مولودين منه ما إحنا مولودين منه مال بنقول أبانا لازل زي المثال الكامل ده جوانا تحصلنا عليه مش بفلوس ولا بفضة ولا بذهب إحنا مولودين ما حدش فينا دفع في المعمودية حاجة فالكمال المسيحي جوانا بس ينقصه الممارسة النعمة فينا بس ديها حيز سدقني كل ده جوانا وطبعا ما فيش واحد فينا ما جربش جربنا مرة راحت ينفذ وصية المسيح ويفرع يتنازل عن حق أو يتضع قدام إنسان أو يحط في اعتباره والآله يعصر إنسان فيفيد سخاء جربنا وكل مرة الواحد طلع فرحان وناجح وجربنا لعنا حيات تاني إن الواحد مسك جدا بحقوق وبعد إن أخرتها تلاقي الواحد متنكد مش مبسوط مش قادر ينام تجيلوا الحاجات دي في دماغه ويقول لها طب وانا ليه لأن الروح اللي فيك دايما يرشدك إلى جميع الحق بس لأن نحن ساعات كتير نسكته دايما يرشدك إلى جميع الحق زي ما المسيح قال يقول لك لا اعمل دي اعمل الروح القدس ينصحك يشير عليك يشجعك عشان تبقى شكل المسيح عشان تسلك سلوكه لا لا تعثر أحد عشان تبقى نور للعالم زي ما هو قال أنتم ملح الأرض أنت ملح الأرض أنت ملح الحتة اللي أنت عايش فيها ونور وقدامك المنهج الكامل في السلوك عشان ما تسألش كتير دي صح أو دي صح ارجع وشوفوا تصرف ازاي وكيف ترك لنا خطوات لكي نتبع أثار خطواته لربنا المجد دائما